وش فراسكم ان هادي الأسبوع نايدة واحد الحملة قيبة في بلادنا وشتو فيها بعض الموظفين وواحد منهم واحد الموظف صغير بين قوسين صغير في قسم التعمير واحد الجماعة في النواحي ديال كازا عندو فيلا في كاليفورني في شارع فاس موظف صغير وصبروا معاي الناس اللي ماشي من كازا معرفوني اشي قلت غادي نعطيكم بالأرقام وش حال سوين تيورتهم قلبك الضعيف يقدر ما يتحملش وفي نفس الفترة وفي نفس الأسبوع شتو واحد الموظف آخر صغير شاري ممتلكة غالية ودمرية للمرته والعائلته وكل صيف وكسافر الإسبانيال ديزوطيل غالين مت غالين كان هذروع لموظفين عندهم ديصالير صغير وعايشين الرفاهي هاد شي ركاريتي وصادم لي الله وقعد الأسبوع وكن استغرب علش تيشي واحد ما كيهضر عليه كل شي ساكت قبل ما تبدأ هذه الحلقة بغيت نوجه التعازي ديالي لجميع الأسر يماتوا ليهم العائلات ديالهم فاد الفيضانات اللي كينين يا ربي جعلهم من أهل الجنة وكندعي من قلبي مع جميع المفقودين الله يرجعكم لأهلكم سالمين بإذن الله بغيتكم تبارتاجيو هاد الحلقة لماكسيمون بشتشي اللي فايت تفضح حينت كل شي مضرور من هادك اللي مفجيب وتدرهم وكيسالوها عباد الله حتى لهادك اللي عنده عشرات لمليار وبغي استثمرها قبل من كوب ديمون أي كل شي مضرور من هاد الموضوع اللي أنا هذروع عليه اليهم هدي بلادنا وخاس ديما نوقفه أمام الأشخاص اللي بغاولي هاد درار واللي كيسبق راسه إلى المصلحة العام أنا عارف أن هاد شي اللي غادي نفضح وهاد شي اللي غنكشف عليه غادي يشبدلي أعداء كتير من مورا هاد الفيديو ولكن ميمكنش نبقى وسيكتين ملأ خر وأعتادر على هاد الإنقطاع في الفيديوهات اللي دازت الأيام من موراه هو هاد المشروع كبير واللي حتى هو غادي خدم مصلحة بلادنا بإذن الله شوي غنكشف لكم عليه على بركة الله أنا عزيز نوفل وهادي قناة المقاول هاد الأسبوع خرجوا واحد اللي جندي المفتشين من العاصمة الرباط واللي تابعين الوزارة الداخلية أشخاص تعطوهم أوامر سارمة وعندهم هدف واحد ترصد تراوات صغار الموظفين بجهات الدار البيضاء الكبرى يا بأخوتي وخوتتي اللي مفرسكم ش هي أن بلادنا داخلة في حرب حال ذاك شي ديال إسكوبار وديال ميكسيك مع إلتشاب بولا ديال السالفادور مع ليغونغ وديال إمستريز بير الحمد لله إحنا في بلادنا عندنا نعمة الأمن والأمان ولكن عندنا واحد ليغونغ من نوع آخر بلاست الفريادة عندهم الكاشيك وذاك شي علاش سيدنا الله ينصروا هدر على هالطاهرة مباشرة في الخطاب ديال كما أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيرها وأدم القيام الواجب ونوع من أنواع الفساد والفساد ليس قدرا محتوما ولم يكن يوما من طبئ المغاربة غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد حتى أصبع وكأنه شيء عادي في المرسل وهذا الحرب بدأت مع الريوصل الكبار اللي كينيه في بلادنا اللي شفتوا بزاف منهم طاحون اللي مازالك يطعيحوا ولكن المشكيل هو هدوك اللي تحت منه ما يسمى بالمسؤولين الصغار اللي عندهم الفيلات في كاليفورني فاشطاح اسكوبار أبقى الكارتيل دي الميدالين ما طاحش من موراه قاوا فيه دوك الصغار ودوك الأتباع دياله وكان خصهم الوقت بش يتحيده وهد شيء تماما اللي وقع علينا ده هاد المسؤولين الصغار مازالك يخلوضه أنت اللي فيه شي فيس صعيب تحيده لي تبلع وهنا يا بغيت نفتحه وحد القوس جدا مهم كينين بزاف ديالناس كيقولوا أنه كينين بعض المسؤولين بغوا الشعب يبقى مكلخ يوا سيادنا ركي هادروا على هاد النوع يا هاد المسؤولين بالطبط يفكر شهم العجين هاد المسؤولين ما بغاوكش توعه ما بغاوكش تعرف القانون ما بغاوكش تعرف الحقوق ديالك باش هما يبقوا ديرين ما بغاو ودك الشي الليش بتطبط هاد النوع يا هاد المساخيت يشجعوا على المحتوى التافي ايا مبغاوش ادشي اللي كتفرش فيه دابا يتبرط عجا في انترنت بغاوش طيح والرديح والكلاشات والضحك واش أخويا عزيز هاد المسؤولين صغار واللي فوق منهم واللي كيخلوضوا مبغاوش محتوى الهادي في بارط عجا في انترنت لا وهالطاكتيك اللي كيستعملوا هاد المسؤولين قديمة وغادي نشرحها ليك ونعطاك الاسم دياله ولكن قبل بغيت نشارك معاكم واحد الحاجة اللي انا شخصيا كان عيشة يوميا دابا اخوتي اخواتاتي علش غبرت على الفيديوهات حين تكون نوجد واحد التدريب واحد الفورماسيا واحد الكوميونوت واحد المجموعة ديالعباد الله اللي غاي بدهوا يصنعوا محتوى هادف وشنو الغاية من هاد الناس بغينا نحاربوا لمحتوى التافي وبغيت نبيل ليهم انه ممكن تصنعوا محتوى هادف من المغريب وتدخلوا منه فلوس بلا ما تسب نسيبتك بلا ما تسب اعراض الناس وبلا ما تشوه بلادك وما نعودش ليكم شحال ديال الناس كيهاجمونا على هادش اللي بغينا ندير وفابور غادي نبارتاجي مع الناس فابور غا نوريهم ملول تلخر كيفاش يصنعوا محتوى هادفوا يفرعوا بيدك المحتوى التافي حان تقدر تجوشت المليار ديال المشاهدات ووصلت تريبا ربعات المليون ديال المتابعين وفاهم لهاد اللعبة كيكتلعب وبغيت نبارتاجي يا فابور ومالعدد الهائل اللي الناس اللي كيهاجموه وادخول سوقراس علاش بغيت علم الناس المحتوى الهادف علاش بغيتحاربو علاش بغيتسينسوريه خلي الناس يضحكو خلي الناس يقشبو خلي الناس يتفلاو exar من ي clairementدليب بودكاستر مشيكول شي غيقول لي مليونير ومشيكول شي عندو المايند سيت متوافق معاكم مشيكول شي غيقول لي مليونير بللي هيه بحال دي المخلواه اللي بغى يقولي ودي مليونير واللي عنده من نفس الفكر ديالهم ومالاخر بغوا بالنادم يتشغل بالتحك وبالتفلية وباللعب ويميكوا عليهم واكبر متال شفناه في رمضان ومني كان هدرو على محاربة لمحتوى الهادف شفتوش نوترا الفنان ديالنا الكبير باسو فاش دار دك السيلكالة وناضط عليه زوباعة كبيرة ونادم كيقولي خسو يتشت علاش كيوري دك الشي مخسوش يهدر علي دك الشي هديك مشي حرية تعبير وحاربوه علاش هنتر محتوى هادف وخك يضحك ولكن دوس فهمي صاش قاسح لانت عنده الغير على البلاد ده بركز معايا مزيان غنعطيكو هاد المفهوم اللي خصك ديما تعقل عليه وديما ديرو بين عينيك باش ما تبقاش تابع القاطع سميتو بانيمن سيركنسس هاد الكلمات باللاتينية وخرجوش حول دي فعهد الرومان فاش كان دك جلادياتور فاش كان تعسف فاش ما كانوش حقوق الانسان وفاش كان الرومان كيحقروا على الشعب دياله وهاد لا تاكتيك ما بقوش خدامين تماما اليوم وهاد المسؤولين الصغار واللي فكرش هم العجينة باغين يطبقوه شنو كتعني ببانيمن سيركنسس والخبز والسيرك عطي البنادم الخبز وعطيه يتفرج ويتلاها ويتحك ويتلاعا ويبقى يتفلع ما تعطيهش المحتول هاد حارب لي باسه وهاد شي كامل باشي ميك عليك وانتا يدي العباد الله دياله والحمد لله اخوتنا اللي عندنا واحد الماليك الفوق واللي كيفكر في المدى البعيد واللي بغي يوصل بلاده وبلادنا الاعلى المراتي ولديك الرؤية الملكية هي اللي جايبالينا مستثمرين هي اللي جايبالينا مستثمرين من العالم كامل هي اللي جايبالينا كأس العالم لك الشي لاش ميمكنش بحالة الناس يبقعوا واحد بغي حل قطيل ويختم المئات ديالناس ويجي واحد وقدير ليل عصاف الروايضة تتعطيني عالتحل والشي كامل لاش بش يمشيش ريفيلا في كاليفورني في شارع فاس انتو ما لاحطوا معايت بش تكون عندكم فكرة شحل ديرين دل فيلاج هايا اول وحدة فيلا افوندر في كاليفورني 12 مليون ديال الدرهم الناس لمك يعرفوش هي مليار وميتين هايا وحدة اخرى 17 اونس هايا الخرة 13 اونس هايا الخرة 11 و900 هايا الخرة 15 و900 هايا الخرة 14 مليار واللائحة طويلة دخلوا قلبوتو انتو مبراسكم وديرو شارع فاس كاليفورني فيلا افوندر وشوفوا موطف صغير كيش ريتش والحمد لله هاد الجيل اللي طالع بدك يحارب تشي كنشوفوا الرقمانة ديال ادارات شيقوا بيا اننا را ما غيبقاش بنادم اللي كأطروا خاصة را جايين لرقمانة تشي كامل وما غيدو ما المعقول ده بل اللي بغي يوصلوا بغي يسكن في دل فيلات يالله وريتكم را ما نحق انا ماشي ضد انا بالعكس مع الطموح والله يجعلك تشري فيلا حتى ديال عشرات لمليار ماشي ديال مليار وانا اول وحد بغي ديرها ولكن تطور مهارات اخويا الزين سير تعلم خود ريسك خدم الناس تعلم المقاولة تعلم تبيع بني علاقات وين وين ماشي تستغل بوست ديالك و النفوذ ديالك بش تديرتش لا ده بب حالة الاشخاص ما غيحملوش هاد المحتوى اللي يالله شفتو غاديبغيو غير الشطيح و الرديح و الدحك انا اخوتي اخواتي ماشي ضد الشطيح و الرديح و الدحك انا ما كنقولش لكم انمنعو ونحيدو الشطيح و الرديح و الدحك و انه مخصوش يكون قاع غير كنقول انه عندنا اولويات حيدو الفاساد نوعيو الناس نطلعو جيل من مواطنين الصالحين و ديك الساعة صار تشطح و تردح و اضحك